ارتفاع ملحوظ في أعداد الطلاب المتسربين من المدارس حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من 9000 طالب خلال السنوات الماضية هذا الارتفاع يشكل جرس اندار للمجتمع والمسؤولين ويدفع الجميع إلى البحث عن حلول فعالة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة ظاهرة التسرب ظاهرة خصف فقط المؤسسة التربوية لكن أثارها تشبير وين؟ على المجتمع المتسربين كارثة في كل أنحاء العالم ومتسربين في كل الدول العربية يوجد تسرب الأسباب لما تحود للطالب للأسرة صح أكوا أسباب اقتصادية اجتماعية السلوكية نفسية لكن هذا البرنامج حتى يحد منظار التسرب إحنا ما رح نقدر ننطق 100% إنه إحنا نقدر نقضي على التسرب لا ليش؟ لأن ما عدنا بديل للطالب المتسربين خاصة الجوانب الاقتصادي هي كانت أهم شيء في مسعى لمواجهة هذه الأزمة أطلقت منظمة اليونسيف برنامجا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية يهدف إلى إعادة الطلاب المتسربين إلى المدارس وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم لليضافة إلى تحسين بنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة هذا البرنامج أو الحملة الحالية ستأخذ 45 يوم من الوقت من 1-9 إلى 15-10 إن شاء الله لكن نبحث عن الأثر الطويل الأمد اللي هو الأثر اللي رح يبيه لي وراء 10 سنين وراء 10 سنين وين هيكون المجتمع العراقي من ناحية التعليم تعرف أن تهس التعليم صار واحد من مصادر التنمية البشرية هكذا ورشة على جانب كبير من الهمية لأنها ورشة أولا بإشراف دولة رئيس الوزراء شخصيا تنفذها وزارة تربية بتعاون مع اليونسيف لتدريب قادة تدريب بإمكانهم أن يدربوا أيضا مجاميع أخرى من أجل الحصر الميداني أولا لإعداد المتسربين والمنقطعين وأيضا التعامل مع هؤلاء بإيجابية من أجل إعادتهم إلى مقاعد الدراسة تبقى الجهود مستمرة لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي في البصرة وسط أمل كبير بتحقيق نتائج إيجابية تضمن مستقبلا أفضل للأطفال حيث يعود الجميع على نجاح هذا البرنامج وغيره من المبادرات التعليمية والاجتماعية من أجل تحقيق تغيير حقيقي ومستدامة في حياة هؤلاء الطلاب وأسرهم من البصرة مصطفى الشماري التغيير الفضائية